لستي دارت المستحيل لتفرقني مع أخوها ولكن راح كانت يموت عليها وقبل ما بدأ القصة اليوم لا تنسوا ليشمال لايك والكومنتر واللي باقي ما اشترك معايا في القناة هذه هي الوقت فيني اشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد وبسم الله نبتد صاحبة قصة اليوم جاءت تخوي قلبها علينا وتعود لينا شنو داز عليها معلوستها وتدقول انا امينة عمري 21 عام تزوجت براجلي عن حب قصة حب خيالية تلاقينا بصدفة وحبينا بعضياتنا واحد الحب ما تيتصورش على البال انا راجلي كان صراحة سلقاط ودوز ذاك الشي اللي ما يدوز التواحد ولكن من اللي شافني راه ما بقى تبلو حتى حاجة من غيري انا بغيت زوجني ويفتح بيت وقتانع بي وما بقى تبلو حتى وحدة ولكن الماضي دياله كان بزاف هو صراحة من اللي تلقاني وتعارفنا قال لي الصراحة وعود لي على الماضي دياله كامل كله بدون استثناء ما خلالي لا كبيرة ولا صغيرة اللي كانت يعرفها في البنات تقول لي هذيك فلانا قدت عرفها وهاذيك جلسات معايا وهاذيك باتت معايا وهاذيك المهم كل شيء كل شيء كل شيء عودوا لي وكان مسكين تقول لي من اللي شفتك وعرفتك صافي أنا محيط الماضي وغنبدأ صفحة جديدة معاك وأنا صراحة كنت فرحانة حيث ما تهمني ش الماضي دياله أنا اللي تهمني هو الحياة معايا كيفش غتكون وهو من عينيه ومن تصرفاته كان إنسان صادق معايا وفعلا تزوجنا وخمس كين يالله كان بادي الحياة دياله يالله خدم وإننا كنا متافقين أننا نطلعو درجة بدرجة المهم كرينا واحد دار واستقرينا فيها النقطة بقى تكمل قريتي وهو كان يالله خدم كنا سعاداء عايشين بيخير حتى النهار اللي جات خطو ستسكن معنا تمك فين ستبدأ القصة ديالي لوستي كان سميتها حورية جات من العربية لكي تكمل قريتها حيث لم يكن في العربية وهي الوحيدة اللي كانت تقرأ فيهم في البنات وما بغتش تطيع رأسها وجات تكمل القرية عند أخوها مرحبا وآلف مرحبا هذا الشيء اللي تنعرفو احنا بنات الناس وبنات العائلات المحترامات استقبلتها بحب وقلت ليها أنت في بلاستخفتي قد في السن وغن تفاهم أنا وياه لأنني أنا كنت تنبغي راجلي بزاف كنت نقول تعائلته مهما أنا تنبغيه تعائلته رغن بغيهم وأنا أصلا ما غنديد ليهم شي حاجة اللي غي يكرهوني ولكن بعد المرات وخب نادم تتعاملي مع هزوين تكون هو في قلبه لداخل في قلبه لحقد ما عرفتش علاش وهذا الشيء اللي كان في حوري يا لستي يا ربي حبيبي عرفت هذه الإنسانة كل ما كترت معها الخير كل ما كترت معك الشر عهيت ما ندر ليها في الخاطر عهيت ما نتصرف مع هزوين ما تتحمني عرفت واحد الإنسانة تتكرهني لدرجة أنها تقدر تدير لي السم في الماكلة بالزاف عهيت ما نتعامل مع هزوين عرفته كنت ندير شخص يضطر كامل وحتى ننشي نقرأ ندير الماكلة نخرج نتقدر وهي ما تتقيش الماء وتنقول ما شي مشكل بلا مشاكل مخصني مشاكل غير تكون معي مزيانة أولو تتغير مني وتتحسدني وحوايجي للقاتهم تخيلوا سنعود لكم هذه شريت واحد اللبسة غزيلة و جاءت معي زوينة ولبستها وخرجت بيها وفرحت وشديتها من اللي جيت وعلقتها على خاطرس عمى وفرحانة بيها من اللي جيت غلي لبسها مرة أخرى لقيتها مقطعة بالمقص من الظهر لقد قلت لها ما هذا الشي غير أنا ويها في الظهر أعرفت ماذا قالت لي يا أخوتي قلت لي يا را تكوني دستيم حدا شي مصمار وقطعها لك من ظهرك قلت لي لها مصمار ونلقى لبسها بيدها و هكذا تنسكت تنشي عند ماما تقولي أنا عييت أنا سوف نموت أنا سوف نفاجر تتقولي صبري يا بنتي رجلك مزيان صبري صبري راه كين بعد الويسات راه تيخرجوا الحلفة في العروسة وتنصبر وترجع وكنت من لي تنزل الماكلة تنتعذب عليها وتتكون عندي القراية وتتكون عندي الحفاظة وهكذا كتنضن طيب لأن تنقول أنا عندي راجلي وهي رغير بوحدها وخاخوها تتسمى أنا راجلي ومسؤولة عليه من اللي تنحط ديك الماكلة فقط طبلا تتبقى تخصر فوجهها هذه مالحة هذه حارة هذه على شوية تغتت من الحيها عرفتي تتخصر لي ذلك شيء كامل اللي ضربت عليه تمار تايلر كان أخوها شوية ميك هي تتفيقه عرفتوا أخوتي رسم حولي تنطير لكم من هنا لهم لأن ذلك شيء لدوزة عليا رغم أن عودوا غير الحفار قبري وبعد المرات في الليل تكونوا قلسين أنا وإياها وإخوها تنبغون تفرجوا في شيء فيلم تنقى الدراسي وندير شوية الماكياج غير تندخل للبيت وتتفضوا سعما ما يشوف كتا واحد تقدي ولا قلسي وعرفتوا هذا الشيء اللي تدير لي يدك تمسمين ما عرفتوا شمن جايبه أما حويجي كانت تتلبس بلما تشاورني تتلبس الحاجة بالخزنة وتخرج بيها وتدور بيها ومن اللي تتجيبها تتعلقها وتتدخلها لي البلاكار من اللي تنجي أنا للبسها تنقى فيها رائحة العرق تنقول لها حورية ما قلسي هذه اللي تبستيها تتقول لي بلعمة أنكار موتي تقلعي ديري اللي بغيتي وأنا يا صابرة وساكتة ما عفتش علاش تلوح بنهار وانا ننوضها مع رجلي خليتها خرجات قلت له أخويا علاش هاتشي كامل معنا السيدة رغت حمقني ولا واه وش أنا أمها أغن دير لي الخاطر حتى أنا بخ صغيرة وخص اللي يدير لي الخاطر أنا عيت من هادغوتك هذي عيت أخويا دير شي حل وبديت تنعود ليه قعدك شلي تدير ليه ومطيقنيش وبقي يقول لي وهذا شي غير تخرب يقاط نوضي لي المشاكيل وغتخسرني مع عائلتي وأنا ما نكذبش عيكم بقى في الحال بقى في الحال أنه جم الخطوخ خلاني أنا بحلي كذبني سعمى هذا وديفو الوحيد اللي كان فرجلي وربما ما يكونش ديفو حيث هي من اللي تتشوف خوحا تتعامل معي زوين وتتبين قدامه أنها ضريفة ومتفاهمة معي ولكني من اللي تخرج رح تتبقى تعطيني غير طيبة عرفت تتكرفس علي بالمعاني وبالهضرة وبالمعاملة الخيبة 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 اللي دايز من هذا الشي وعارف اللي ويسات شنو تيديره رغي يقول لي يا بازليك من اللي راجلي مبقى شكي عليه واللي تنكتم ذك شي في قلبي وهذا الشي يوترني وعلاقتنا بدأت تخسر أنا وراجلي واللي تنمشي نغضب في دارنا باليومين وبالثلاث أيام واللي تباقى نهرب من الدار والله العظيم رأني مزيانة معاها واللي نرى ما بقيت صابرة ما بقيت صابرة ما بقيت صابرة ما قدرتش نسبر معاها بزيف عدبتني ومحناتني وانا بقى يا الله تنبدا حياتي حتى النهار اللي ربي بغيه الزعلية ربي حصلها وبغيه الزعلية حيات خوها ما بقىش تيقني تقولي غيت تكدبي عليها وضغتي منها واحد النهار أنا كنت قارية جيت نهار الجمعة بالضبط جيت قلت غنمشي بالزربة وغندير الكسكسو تخيلوا تندير الكسكسو باش سعما نوكلها الكسكسو نهار الجمعة وما تحسش بدك الفرق دي العائلة وانها ما شيف دارها المهم جيت تنجري غير دخلت لقيتها في الدار ومعاها صاحبتها المهم قلت لها مرحبا وقلت نبحل هكذا وقلت تتعرفني على صاحبتها قلت لها تتقرى معي فلافاك وقلت للكوزينة قلت نصيب في الكسكسو جاي باش غننهز شي حاجة من الصالون ونسمعها تتقول ليها بهذا الأسلوب قعم ما يبقى فيك الحال أختي رح يشغل في المشاكل هي ويها رح تلواليدة ديالي والله ما حاملها تواحد في العائلة ما حاملها وهي لصقا فيه وليني دعم تخافي سوف نوقف معك حتى نطججها من الدار عرفت يا أخوتي بحلي ضربني الدو بغيت ندخل نطير عليها قلت ندير شي تصرف خائب اه ريش غديري يا أمينة سكتي وسقلي حتى يجي راجلك او فعلا ادخلت نكمل ذاك الغضاء اللي يكلوا فيه ان شاء الله السم عرفت كل تنترعد كل عرقت ما بقيت عارفة راسيش تلوح لهم في ديك القاملة المهم أبقيت تنخربق في الكوزينة ومرة مرة تنمشين تسنت عليهم أنا الغارات ديالي بغيت نعرف شكون هاد خيتي وكيف اجدرت عرفتها أمرا ساهلا نهزح ويجي ومشي لدارنا ولا اني بغيت ندي معي المعلومات كاملة على هاد السيدة هادي اللي يجاد تتقول لها بحل هاك دايا وبقيت تنتجسس تنتجسس حتى سمعت كل شي عرفت ودخيتي شكون كنت صاحبة راجلي في يام الحيحة وكنت تحمق عليه ودابا من اللي سمعت السمية والكنية ديالخطو عرفت بقيت تقلب عليها فلافاك تلقاتها وتصاحبت معاها وهذه البنت عاودت اللوستي على قصتها مع أخوها وقلت لي هارا كنت نبغيه بزاف وكنت نوياه للزواج ولي اني هو مصدقش حيث انا راجلي كان غيتي يتفلى صراحة ولوستي القاتها من الجنة والناس قالت فراسها هادي هي باش غنضرب مرض خويا وجابتها معاها ايو تخيله أخوتي عرفته تفيت البوطة وهزيت ساكي وحليت الباب انا غنخرج ودخلت راجلي اوقف السلام السلام في نغادة قالت له انا عندي القراية دخل راهكا هنا بنت خالتك ومشيت في حالي مشيت لدار نانيشا غضبت جاء راجلي في العشية ملقى نيش جاء عندي لدار قلت له عطيش غدير اعطيني التساع انت وتريكتك واختك قلت له اختك هاشنو دارت وهاشنو دارت وهاشنو دارت قال لي مايمكنش ومشل عند هالدار ورسولها وقلت له هادشي ماكاينش منه هذيك غير صاحبتي مراتك غير تتخيل وفي هالشكل وسواس وجاء عندي مرة اخرى ولاني هاد المرة اجرع ليه الواليد قالوا اعطينا بنتي سعب وتحمقوا لي يا بنتي بقيت قلصة في دارنا المدة ديالشهر القضية كبرات ووصلت لدار ناسي والعائلة ولا اني التواحد في دارناسي ما صدقوا تيقولوا غير هي بغى تتخرج البنت من الدار ودارت لي هاد اللعبة حتى عرفتي لوستي مكرات وبقيت انا اللي خاطئة او انا اللي ما مزياناش وانا اللي خايبة وعرفته بغيت نموت اكتر ايه انا راجلي تيقول لي يا شوفي كوني متأكدة اراحو لي يا مدير لكش هاد اللعبة هادية صاحبتها ما عندي التعلاقة بها بقيتها بك اخوتي تبين الله الحق تل واحد النهار كان راجلي في البلاد في العربية وطلقا معا ودخالته اهلا كده يا ربخير انا صاحبي راجيت عندك لدار ومالقيتك قللوا 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 لقيت المادان وصاحبتك واسعداتك صاحبي مجموعا عندك في دار وحدة حيث ودخالته تعرف لبنات اللي كان صاحب معاهم راجلي قدوا في السن وصاحبه ودخالته رقم عارفين تتلقوا غير على خزيت اعرفتي تمك راجلي عرف الحقيقة وجل عندي وقال لي يا سمحي لي راب الصحة الشيطرة وسمحت لي مهما اعترف بالخطأ سمحت له ولا اني بشرط اني كلوستي عمرها ما تجيت بلس معايا بغت تطلع لي سبارك الله وحتى تطلعا ما بغيتوش لاني دوزتها عليا صراحة لماذا ندم داير بحال هكا لماذا نكونوا جخوت كما لقيتني انا فاتحة القلبي تنتي فتحي لي قلبك لماذا هذه العداوة بحال هكا اشنو غتجيبي لهد خوك غتجيبي له مرة من المراخ مرة بحال بحال حب الله اللي لقيتني انا ضريفة وبعد الناس وهاكدا كملت قصتنا قصة امينة ما لوستها السوسة دية لوستها حورية ما تنسوناش من التعليق وارائكم واش تنتم ما توقع عليكم بحال هكا اما انا ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ودمتم سالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة